اشتركوا في القناة ستزوري بيت الدود يوما وحما في الطراب سوف تدفني لأن الموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبقي على إنساني إيا ناسيا سوب الأماني فلربما نسقت يداك لفائف الأكفاني يفن العالمين جميعا ولا يبقى إلا وجه المهيب نزل جلال والإكرام ولما نام سيدنا أيوب عليه السلام على فراش القرض فتعى ربه قائلا الله مجعل البلاء يصل إلى كل أعضاء جسمي ولا تجعل البلاء يصل إلى لساني حتى أظل أكون لا إله إلا الله وأصلي وأسلق على سيدنا رسول الله خلق الله رأسه من البركة وعينه من الحياة أزنيه من الغيرة شفتيه من التسبيح لسانه من الذكر أسنانه من اللؤلؤ ذيقه من عسل الجنة وشعره من نباتها وعرقه من مسكها وعظمه من كفورها أعضضيه من القوة كفيه من الصدقة قلبه من الرحمة إنه رحمة الله للعالمين يتيم بمفرده قال سفينة العالم الحائرة من خضم المحيط المتلاطم بأمواج الشرك إلى الشاطئ الإيمان بجوار الحق جعل من العبيد سانه ومن المصطبع فين قاله من عباد الأحجار والأوثان عبادا لله الواحد الديار من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم والذي تدفأ عنا بشفاعته حر جهنم صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله سألت البدر حينما بدأ ليلا عيا بذرما هذا الجمال فتتلي رد علي متسما والنور يغمر وجهه لو علمت أصل الجمال نكرتني أصل الجمال وجه الحبيب المصطفى من نوره عرش الجمال سوف يعتلي وما تراه من أنوار فنحن نواب له وإذا أسفر الوجه البهي ذهب الجميع والقل سينجلي أيها السادة الكرام ما زال هذا العطاء وما زال هذا المكان يتعطر بالقرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديث فقيل وهل لها من جلائي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم معنا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشهير وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي هو الملقب بملك المقامات والروايات والأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي وقاري الساحات القرآنية العالمية بالدول الأوروبية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق يتفضل فضيلته ومشكرا اشتركوا في القناة 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 وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء أن تقذ إلى ربي سبيلا فمن شاء أتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله اشتركوا في القناة 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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِذَرَهُ لَا عِذَرَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى إِنَّ شَاءَ أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَةً لَا عِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَةً لَا عِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى وَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ زَنَاءَ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَةً لَا عِبَرَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبَرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَنتُمْ أَشَدْ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بناها رفع سمكها فسواها وأفطش ليلها وأخرج ضخاما والأرض بعد ذلك نحاما والأرض بعد ذلك تخاها أخرج منها ماءها ومرها والجبال أرساها أداء متاعا لكم ولأن غامكم فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر القياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى يسألونك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أين مرساها فيما أنت من ذكرها لا إذا ربك منتهى لا إِنَّمَا ثَوَذِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَا لَمْ يَلْبَفُوا إِلَّا غَشِيَّةً أَوْ ضُخَاهَا لا إذا إِنَّا اللَّهُ لا إذا إِنَّا اللَّهُ والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إذا إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد خلق خلق الإنسان من علق الهقرة وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم حاطر حاطر عينينا الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر باسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان من علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم و آل بيته الكرام اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه و نور ما تلوناه هدية وصلة إلى أمة سيدنا رسول الله سميلا روح الراحل الكريمة حرم الأستاذ عزة أحمد عليه اسأل رب أن يجعل ثواب ما قرأناه و نور ما تلوناه هدية لها في قبرها ولي ذلك و القادر عليه و هكذا إخوة الإيمان و الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة طلع علينا فضيلة العلم القرآني الإزاعي الشهير و الملقب ملك المقامات و الروايات الأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي و قري الساحات القرآنية العالمية بالدول الأوروبية و العالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق قارئ الإزاعة و التلفزيون العربي كما تقدم بخالص الشكر و التقديم نيابة الأستاذ عزة أحمد أليوة بالنيابة أيضا عن عصرة الراحل الكريم حق أبو رعفة فهيم حق يسري أبو إسلام حق شريف أبو عمر حسنا عزة أحمد أليوة شكرنا كل من شرفنا لأداء واجب العذاب في هذه الليلة شكرنا أيضا لصاحب الفراشة الحديثة العالمية و لنارة الزهبية النسة الإزاعية و الخدمة الفندقية دارة الحكي أنور عبد الله شكرا أقيدا للمصرون المهندس محمد البر المهندس محمد مفيد أيها السعادة الكرام تبتوا مطابا ممشاكم وتبواتوا من الجنة منزلا نهازا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته